مع انطلاقة 2023 يترقب العراق السياسي والشعبي على حد سواء الشهر الاخير من المدة الزمنية التي اعلنها رئيس الحكومة منذ اعلان منهجه الوزاري والتي قدر بعضها بتسعين يوما لتحقيق خطوات فريق حكومته العملية بتحقيق اهدف المنهج التي توزعت بين محاربة الفساد وملفات امنية وسياسية واقتصادية والحكومة التي انبثقت من صنع الاطار التنسيق مدعية ومتحدثة عن تركومات فساد سابقة ومشعل موجة التعيينات والاقالات لم تأتي على هدوء واستقرار في الشرع العراقي بل ان التحديات ومطالب تقيلة العيار موصومة بتغدير نجاحها من اخفاقها سيما انها وعدت بمحاربة الفساد ومواجهته منذ اللحظة الاولى في مشوار عملية مطالب لا يمكن بحسب خبراء في الشأن السياسي ان تستطيع الحكومة غضة طرف عن جزء منها سيامتك المنامسة مباشرة للمواطن فيما يتعلق بتحقيق نتائج عملية في محاربة الفساد وانقاذ البلاد من تدخلات خارجية وسلاح منفلت ونفوذ احجاب متمرسة في العمل السياسي منذ نحو عشرين عاما وفي اتجاه ناخر يتخوف فيه شخص حتى في الاطار التنسيق ذاته اذ قد يلجأ السوداني للتوجه نحو عدم ارضاء الاطار في تحقيق الرسائل المنشود له بما يتعلق بجوانب امنية مرهونة باتفاقات مع حكومة اربيل في معادلة النفط والغاز بعد ان بقيت الخلافات مستمرة في اول ستين يوما من مشوار الحكومة وهنا ينظر منتقدون لاداء الحكومة بما لا شك فيه انها لن تكون قادرة على ايجاد حلول لاغلاق ابواب الفساد ذلك لضعف الارادة السياسية والقادرة على مواجهة النفوذ المتجذر في الدولة على شكل لا دولة عام جديد ينطلق مع بدء العد التنازل لتوقيت اعلنته الحكومة لكنه توقيت مرهون بمدى قدرة الشارع على الانتظار فترة اكثر لوجود توقعات عند مناقبين بان صبر الشارع سينفذ اذا لم تحقق الحكومة وعودها الكاملة اشتركوا في القناة